اشتركوا في القناة ودورها المحورية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدائم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنصيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر